بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافذة وافعة إذا وجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أسواجا سلاسة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موذونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وقأس من معين لا يصدعون عنها ولا يوزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم تير مما يشتهون وحور النعين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسبعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخلود وتلح مغبود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميب وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا كبل ذلك مطرفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وكنا ترابا وعذا من أئنا لمبعوثون فوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميطات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من سكوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نسلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدكون أفرأيتم ما تنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوطين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تسرعونه أم نحن السارعون لو نشاء لجعلناه هتاما فللتم تفكهون إنا لمورمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنسلتموه من المسن أم نحن المنسلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواكع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنسيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تمصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الغالين فنسل من حميم وتسلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم